لسه بحاول أشوف الكابتن أحمد سليمان عايزيه انت عايز لعيبت الزبالك تروح المنتخب وتلعب ولا تروح وتلعبش ولا تلعب فتتصاب ولا عمل لنا مشاكل الجهاز والاختيارات لكن ما يتعلق يا جماعة وهنا أنا ما زلت بتكاله على الكابتن أحمد سليمان مدرب حراس المرمى للمنتخب الوطني السابق لما يكون الأمر الرجل مستقل باختيار مصطفى شبير المرشح كأفضل في أفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي فيبقى مستقلة عليه كده يرد الزميل إبراهيم عبد الجواد وأنا ليه بقول لكم إبراهيم عبد الجواد لأن الأمر في قناة الأهلي ممكن يتفهم أنه ده طبيعي هندفع عن ولادنا وعن لعبتنا وده أمر طبيعي رغم وضوح الحق والبيان لكن القناة الناقلة للدور الرسمية وبرنامجها مع الزميل إبراهيم عبد الجواد نشوف ناقش رأي الكادتين أحمد سليمان عن مصطفى شبير إزاي اللعيبة بتعمل لقطات ففي مسؤولين بيعملوا لقطات عشان الجمهور يقعد يسقف ومهاش الجمهور الحقيقي لأن الجمهور الحقيقي عمره ما هيقول أن الراجل لاب 24 سنة لم تطلع التصدي الإعجازي ده اتجامل الناس كلها القاسي وداني الزمالكوية قبل الأهلوية عارفين أن مصطفى شبير واحد من أهم اللعيبة والمواهب اللي موجودة في الكرة المصطية موجودة في نادي الأهلي وأي فريق يبقى مبسوط وفرحان أن عنده حارس مرمى في السن ده بالتقلق ده وبالشخصية دي تختلف بقى تتفق في وجهات نظر فنية حد يقولك لا بس ما فو كان عواد أفضل هو اللي يشارك لأنه هو الحارس التاني وده معروف فيه في الدنيا كلها أنه لازم الحارس التاني هو اللي بيشارك ده حق الناس وهي محقة فيه وحق الناس تقول كده ده كلام فني ما حدش يزعل منه ولا مصطفى شبير يزعل منه ولا أحمد شبير يزعل منه ولا أي حد في دنيا يزعل منه لأن ده كلام كورة تقول أصل مفروض زيزو يبقى أحسن ولا طاهر لا طاهر دلوقتي أفضل ولا زيزو ده كله كلام كورة طالما أنت بتدي لكل واحد حقه بتكلم باحترام لكن اللي يزعل ويدايق أن احنا نستدعي خنائة أهلي وزمالك في منتخب مصر هي المشكلة هنا كده أنت تترصد وتحاول تثبت كل مرة أنك حامل حمل عبتي الزمالك فتقول الشيء ونقيده حتى وانت بتتكلم في فقرة واحدة على رأيك أنت عايش تضمه اللي عايش تستبعده عايش تلاعبه اللي عايش تركن وإذا لعب وتعاور أنت عبر طيل اللي لعبتي إذا ما لعبش إذا ما خدتش خالص فلان يستايل إذا خدت قال له أنت كل دول أنا مش لايف لباسكة والله فهي مسألة مسألة أنت بس مرة تحاول في كل تصرف أن الناس ضدنا أن الناس ضدنا أن الناس ضدنا وهذا لما يعني يترسخ عند الناس تشوف بقى القصار التهديد بقى القصار أنك أنت اللعيب اللي ماسمعش كلام يمكن أعمل في إيه أو اللي يفكر مش عارف يتنقل من عندي أخلص عليه ده كلام يا جماعة أنت حولتوا كرة القدم من المتعة إلى العذاب ده عذاب إحنا عايشين مناخ محدش قادر يستمتع فيه من كتر الكلام اللي أصبح دوشة وخلاص يعني دوشة بهدف تغيير الحقيقة تغيير الحقيقة بمنهج مفهوم واضح وإيه الحاح اللي أليني يا سيد إبراهيم انتقل إلى الشاشات هذا الأمر على فكرة كلام الزميل إبراهيم عبد الجواد على جدارة شبير المصطفة شبير الفنية إحنا قلناها لكم بالأرقام وإنه ده رقم إعجازي إنه حارس يساهم مع فرقته في الفوز بدور أبطال أفريقيا عكابتن أحمد بدون هدف ما يستقبل مرمى يعني إنت عايزي تاني بس على فكرة مصطفة شبير بقى سيبك من حدة إنه مجلة وإنه الاتحاد الأفريقي بقى مجلة ما أنا بقول لكم الرجل يعني بصراحة يعني ما كانش إن فاي يتكلم فالو الكراهية أنك تنكر الحقيقة لا المعلوم من الضرورة لا مش الحقيقة تنكر النظام كله كل نظام وكأنك تريد أن تلعب لوحدك تلعب لوحدك وتقلق لوحدك وتعاملك لوحدك ودي الألقاب لنفسك ورايع دماغك